لا المباحثات ولا الإغراءات يمكن أن تثني إيران عن سلوكها النووي أو تغير من طبيعة نظامها الباحث عن فوضى المنطقة بواسطة ميليشياته الولائية فبينما تسعى واشنطن إلى إيجاد نقطة تلاق مع طهران في مباحثات فيينا المعقدة يكشف تقرير ألماني سعي إيران لتطوير أسلحة دمار شامل تقرير الاستخبارات الألمانية الذي نشرت صحيفة واشنطن فري بيكون يقدم أدلة قوية أن إيران تضلل العالم بشأن طبيعة برنامجها النووي حيث بدأت بتخصيب اليورانيوم إلى مستويات تصل إلى 60% والتي تستخدم لصنع قنبلة ذرية ومن أجل حصول إيران على المعرفة اللازمة والمكونات الهامة للنووي سعت إلى إقامة اتصالات تجارية مع الشركات الألمانية العاملة في مجال التكنولوجيا الفائقة ولا تكتفي إيران بالنشاط النووي المتصاعد بل تتعداه إلى إنشاء شبكة جواسيس معقدة وكبيرة في عدد من بلدان العالم ففي تقرير المخابرات الألمانية تشن إيران أنشطة تجسس معقدة في أوروبا وألمانيا هي واحدة من عدة دول أوروبية التي يعمل جواسيس إيرانيون فيها وتتولى شبكة التجسس الإيراني مهمة للطلاع على تحركات البلاد المناوئة لإيران بالإضافة إلى مراقبة ومتابعة شؤون المعارضين الإيرانيين من أجل تقييم نشاطهم وبالتالي سهولة تصفيتهم كما حصل مع العديد من المعارضين الإيرانيين أكثر من أربعين عاما والنظام الإيراني قائم على فكرة التوسع الإقليمي عبر نشر الفوضى في البلاد وتجنيد الميليشيات والقيام بعمل قرصنة وعمليات مسلحة في السفارات والبعثات الدبلوماسية ولا يبدو أنه سيغير هذا السلوك أو يوقف برنامجه النووي فلا مباحثات فيينا قادرة على ذلك ولا غيرها وعلى خطى فشل أوباما يسير بايدن في الملف النووي كما يرى مراقبون